حالياً نحن نعيش في كابوس استيطاني في هذه الأراضي لكي يقوموا بتفريغ هذه الأراضي من أصحابها وتفريغ الأشجار الرومية من أرضها أصبح الاستهداف لدى هذا الاستيطان وهؤلاء الفتية المتطرفين بالقتل وإطلاق الرصاص عليهم وحرك الأشجار وقطعها وأيضاً إغلاق الشوارع على الفلسطينيين في هذه الفترة تم إغلاق كل الشوارع الزراعية المؤدية للأراضي وأيضاً هناك مشاريع زراعية بالقرب منها الينابيع تم تدميرها بالكامل وقطع المياه عليها أصبح المستوطنين كل يوم وكل فترة يتوجهون لهذه الينابيع بعداد كبيرة جداً ويقتحمونها ويدنسونها وأيضاً يهدمون كل جدران الينابيع بطريقة همجية وبطريقة بشعة في هذه المنطقة نحن مراقبون أيضاً هناك تمركز لعدة جنود في عدة مناطق في بلدة قريوت يتمركزون على التلال ويستهدفون أي مزارع يتوجه لأرضه ويقومون بإطلاق الرصاص عليه واستهدافه في هذه الفترة وهذه الأحداث الأخيرة 90% تم مصادرتها لم يتبقى إلى قريوت إلا 360 دنم حالياً كل الأراضي الواقعة بالكرب المستوطنات لم يتم التنسيق إليها لأن الأوضاع الأمنية لم تسمح بذلك وقريوت حرمت هذا العام من كطف الزيتون أنا لما أنزل يوم يوم بنزل برعب على أرضي يعني بقى هان أرضي كريبة على الدار خسارتي هان تقريباً 170 ألف شكل أنا بتعرض لعدة شغلات بالمستوطنين عندي حامود خزاكولي منالون شبكة مياه قطعوهن الزيتون إلي مش عارفة جدو عجب بالدار شوالين زيتون بكين ملانات مزاحن في السكير معا سكير معا إم 16 ومعا أربع جنود حرس عليه حطوا سلاح فروسنا مزع شوالين ورماهن بالشوتش وطبشنا السلالم مفارش حركنا واجبرونا بالكوة إنا نطلع من الزيتون والزيتون إحنا كل سنة منستنى في الموسم، موسم هذا طبعاً يعني فش لما يروح عليك الموسم خلص طريقتهم تغيرت كثيراً لأن المستوطنين في هذه الفترة يتاح لهم كل الوسائل يتاح لهم الأمن والحماية من كبل جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال وحكومتهم المتطرفة ليقوموا بمصادرة الأراضي وتجريف الأراضي وارتكاب الجرائم بدون أي حساب وبدون أي عقاب أو ضغط لوقف هذه الجرائم هذه الفترة هي يعني وشيكة على أن تكون هناك جرائم كبيرة جداً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر